هذا يقول أنه جاء من ليبيا وأدى العمرة والحمد لله ويريد الذهاب إلى جبل عرفات وغار حراء مش يدخل جبل عرفات ويش يدخل غار حراء في العمرة ما الوصل الذهاب إلى عرفة ما الوصل اللي يذهبون إلى جبل عرفة هذا خطأ جبل عرفة إنما يذهب إليه يوم عرفة للوقوف بعرفة في اليوم التاسع من الحج وغير هذا ما يراحل جبل عرفة يعني باعتقاد فيه أجر لا ما يجوف إذا كان يبيه يروح يتمشى ما فيه مانع تمشي أما أنه يروح يظن هذا فيه أجر وأن فيه عبادة هذا غلط كذلك غار حراء غار حراء صعب ما يشاء الداعي أنك تروح تصعد الجبل يوم كامل تتعب نفسك وخطر وانت صايم في النهار أو في الليل خطر وهذا بدعة أنت تتعب وتعمل بدعة ما راح الغار حراء أبداً وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله ما كان يذهب إلى غار حراء ولا الصحابة كانوا يذهبون إلى غار حراء ولا القرون المفضلة هذا بدعة هذا من الابتداع في الدين فليذهب إلى غار حراء يريد الأجر هذا آثم وليس له أجر وإنما عليه إثم ترجمة نانسي قنقر